ما في مأييس للحقيقة واحدة رغم أنه مفترض أن الحقيقة تستند إلى معايير علمية إلى أدلة إلى بحث علمي موضوعي تحتكم إلى بعض الأسوس بعض المعايير المقنعة إلى منطق ولكن في لبنان في أكثر من حقيقة عن صاحب نظرية اغتيال سامير جاجع كان في صراع بين القوات اللبنانية واتجاهها وخيارها وبان القوى الجديدة التي تبني دولة الطائف وعم تحاول بمؤازرة ومساعدة الجيش السوري أنها توحد كل هذه القوى العسكرية الميليشيوية ضمن الجيش اللبناني سامير جاجع كان ضد أن يدخل أو يسلم سلاحه وتعرض خلال هذه الفترة في أكثر من شخص معروفين أحدهم كان وزير دفاع ميشيل المر وكان وزير دفاع السابق محسن دلول اللي استلم بعد الوزير ميشيل المر كانوا يتفاوضوا مع الميليشيات وكان يرعوا سياسيا هذه الاتصالات مع القوات اللبنانية ومع ميليشيات أخرى في البلد تعرض لمحاولة اغتيال عشية إشرافه كان هذا الملف يديره الوزير ميشيل المر من موقعه وزير للدفاع وكان موقفه معروفه ضد سامير جاجع كان تلك الفترة هو كان مع الوزير إليح بيئة مع خيار العلاقة استراتيجية مع سوريا وكان مصطدم مع القوات اللبنانية تعرض لمحاولة اغتيال معروف أنه تلك الفترة حطوا له سيارة انفخخة منطة أنطلياس وكان في محاولة لتصفيته اللواء جميل السيد كان نائب مدير الخبرات برتبة عقيد أنا ذاك وكان يتولى على الأرض تنفيذ خطة انتشار الجيش اللبناني وسحب سلاح الميليشيات ومن ضمنها ميليشيات القوات اللبنانية لمن صار في اعتقال وتوقيف لدكتور سامير جعجع وزير ميشي المر كان طلب من اللواء جميل السيد أنا ذاك أنه بدل ما تعتقلوه أو توقفوه توصلوه لوزار الدفاع حتى ما يصير بطل حتى ما يصير مندير لبنان ما الأفضل أنه تصفوه أو تروحوه على الطريق تلاقوله طريقة نخلص منه أفضل من أنه يجي على سجن وزار الدفاع ويعمل بطل وبالتالي نكون أعطيناه قوة ورصيد سياسي في الساحة المسيحية تحديدا عندما لا ينف المر ويتحفظ السيد الوزير ميشيل المر لم يعلق لأنه بيعرف أنه هذه هي الحقيقة والأطراف الأساسية في لبنان بتعرف أنه ها هي الحقيقة وأنا يعني من خلال والدي الشهي جورج حاوي ومن خلال اتصالاتي بعرف أنه ها هي الحقيقة جرى اتصال بيني وبين اللواء السيد بشكل غير مباشر من خلال أحد الزملاء الصحفيين قبل ما يوضح اللواء السيد لم ينفي ولم يؤكد هو يعني يمكن عنده اعتبارات تاريخية وقد يكون مؤتمن على بعض أسرار الدولة أو ما يعني بيعتبره اللواء السيد من أسرار الدولة وما بده يحرش بعض الأطراف السياسية ربما هو حر أنه ينفي وأنا يعني عندي حرية وأملك من المعطيات ما يكفي أني أكد أنه هذه الواقع حصلت وأنه الوزير ميشيل مر الطلب التخلص من سمير جعجع ومن المؤسف أنه اليوم فيه تحالف انتخابي بمنطقة المتن بين سمير جعجع والقوات لبنانية وبين وزير ميشيل مر عن الذي يربط جعجع بالمر يعني من المؤسف أنه تاريخيا منذ الطائف ومرحلة توقيف سمير جعجع لا شيء يربط بين ميشيل مر وبين قوات لبنانية بالعكس تماما كان ميشيل مر رمز للوصاية السورية بمنطقة المتن كان عام المزرعة ميشيل مر وهو يتصرف في هذه المنطقة كأمر ناهي المتصلت هو زعيم الأمارة اللي بسميها العمارة مركزه في منطقة الزلقة وبالتالي كان يتحكم بمنطقة المتن كأنها جمهورية عائدة إلو هو وعيلته وخيه بملكه أكثر من ألفان عقار هو مصادر قسم كبير من العقارات المتن خاصة بمنطقة الزعرور ومنطقة سفح جبل صنين وهو مصادر أراضي بلدة المتان وسلخها ووضعها في نطاق بلدية بطغرين هو اللي استخدم مؤسسات الدولة والقطاع العام وكل الإدارات تابعة للدولة اللبنانية مجال لصرف النفوذ والتوظيف السياسي ووظف في ظل الوصاية السورية أكثر من 1300 شخص من المحاسيب من الموالين إلو في مختلف إدارات ومؤسسات دولة في المتن هو كان يتصرف مع الصندوق الاتحاد البلديات والصندوق الحكومية الرسمية الموجودة في المتن وكأنها صندوق عائدة إلو يستخدمها من أجل العمل السياسي والانتخابي وكان يتصرف مع المواطني بالمتن على أساس أنهم رعاية وليسوا مواطنين أحرار هو كان يقمع الناس كيف اليوم عاملين تحالف بلائحة واحدة بسموها من أجل إنقاذ المتن إنقاذ المتن بمن؟ بميشيل المر بهذا الرمز رمز الفساد ورمز الأقطاع السياسي ورمز الوصاية ورمز العمالي والاستتباع والخياني نتحالف معه من أجل مقعد نيابي طواني المبادئ عن مسار تحقيق اللجنة الدولية عندما تم التضليل من خلال محمد زهار الصديق وهسام وسام أنا كنت من ضحية هذا التضليل يعني في البداية ظننا خاصة لما شفنا هسام وسام ونشرت صوره في مكان اختيال والدي الشهيد طبعا نحن عملنا ردة فعل وظننا بسوريا وظننا بالضباط الأربعة ومن ثم اكتشفت أنا خاصة بعد ما ذهب هسام وسام إلى محطة نيو تيفي واتصل فيها لبيع مقابلة كشفت هويته الحقيقية وأنه شاهد المقارنة هو هسام وسام وبعدين عرفت أنا من خلال اتصالاتي مع لواء شرف ريفي وقيادة قواء الأمن الداخلي عرفت أنه هسام وسام كان يأتي إلى فرع المعلومات عند المقدم سمير شحادي وقال لي اللواء شرف ريفي اللي أنا باعتبره صديق ما أنه متورد بعملية التضليل ما له علاقة بفرع المعلومات اللي كان عم ينطبخ قال لي أنه كان يأتي عند المقدم سمير شحادي قيادة فرع المعلومات وكان يتلقى المساعدات المالية فأنا استنتجت أنه وفي بعض الجهات قالت لي أنه هسام وسام أرسلوا فلع المعلومات إلى منطقة وطن مصيتبي بمكان اختيال والدي يوم 21 حزاران 2005 يوم الاختيال حتى تصوروا عدسات الكاميرات حتى نحن بعدين بعد ما تكشف صوره تنشر صوره نظن أنه سوريا هي التي اختالته وثم نكتشف أنه محمد زهار الصدي تم تجنيده من قبل أجهزة الأمنية الجديدة التابعة لطيار المستقبل وللأمير بندر رئيس استخبارات سعودية الخارجية وأنه عملية توظيف سياسي وعملية تضليل سياسي من أجل إجراء انقلاب في البلد من بعد ما اعتقلوا الضباط وسجانوهم أجروا عملية انقلاب بدعم من الخارج هذا اللي حصل عن فرع المعلومات والسيناريوهات الخارجية أنا باعتقد أنه سمير الشحادي الكونوليال الشحادي اللي كان رئيس فرع المعلومات قبل وسام الحسن بتحقيق حمل مسؤولية كبيرة في تجنيد هؤلاء العناصر طبعا حتى تكتمل الصورة لازم نفهم نحن أنه الأجهزة الأمنية في فرع المعلومات قامت بالتجنيد وفي سفرات طبقة كل هذه السيناريوهات مش من مستوى سمير الشحادي ولا مستوى وسام الحسن وانتقلوا من خدمة الإدارة السورية إلى خدمة الإدارة الأمنية الجديدة لطيار المستقبل المدعومة من قبل الأمريكان وشيراك والسعودية والمخابرات المصرية مخابرات اللواء عمر سليمان باعتقد الخطة أعدت في السفرات أعدت في الخارج في مكتب ديك تشيني وفي مكتب جاك شيراك من قبل موغيس قوغدومونتاني اللي هو مسؤول مكتب لبنان وسوريا كان في عهد الرئيس جاك شيراك ومن قبل الأجهزة التابعة لهؤلاء ومن قبل ربما عمر سليمان أيضا فهذه السفرات المطابق السياسية في السفرات هي التي أقامت هذه السيناريات المخابراتية الأجهزة الأمنية لبنانية فرع المعلومات تحديدا هن اللي جندوا الصديق وجندوا هسام وسام لأنه كان يتعاطوا مع السوريين كان يتعاونوا مع المخابرات السورية كان ينسوا في إدارة سورية وكان في تنسيق مشترك وهؤلاء العناصر كانوا يخدموا في ظل الإدارة السورية وبالتالي بيعرفوا الصديق وبيعرفوا معلومات عن هؤلاء وكانوا يشوفوا هؤلاء في زمن وصايا السوري كان الصديق أو هسام وسام كانوا عناصر صغيرة عادية تخدم بعض الضباط أو تخدم ببعض المراكز الأمنية السورية في فترة سابقة اعتقل الضباط حصل الانقلاب السريع كان بدهم كسب سريع كان عملية الانقلاب اللي مخطط إلها من قبل الخارج بدهم نفزوها كانوا بفترة سريعة مش هناك ما بدهم كانوا حقائق ما بدهم كانوا أدلوا برهين بدهم كانوا يجيبوا ناس يقدموا اعترافات كاذبة بسرعة طب هذا انقلاب هاي خطة انقلاب نفزها ملس نفزتها لجي تحقيق دولي للأسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة